السلام عليكم أهلا وسهلا يا رفاق معكم محمد الشثري وهذا بودكاست جوالان أحد مبادرات نادي كتابي بالشراكة مع شبكة مايكس البودكاست هذه الحلقة استثنائية لأننا ذهبنا إلى مكتبة خاصة لضيف حلقتنا وهو محمد بن عبد الرزاق القشعمي باحث السعودي ومهتم بالتراجم والسيرة الذاتية السعودية في هذه الحلقة سنتكلم عن الروائي السعودي عبد الرهام منيف لكن لن نتكلم عن عبد الرهام منيف في عيون قراءة بل سنتكلم عن عبد الرهام منيف في عيون أصدقاء يقال أن أبو يعرب محمد القشعمي هو أكثر سعودي يعرف عبد الرهام منيف في هذه الحلقة ذهبنا إلى مكتبته الخاصة وتحدثنا عن عبد الرهام منيف بداية علاقاتهم وصداقتهم وتفاصيل وكواليس كتابه الذي كتب عن عبد الرهام منيف ثم ما بعد وفاة عبد الرهام منيف ثم عن عبد الرهام منيف تحديدا وانتقال العائلته من القصيم إلى بغداد ثم ترحاله وكذلك ومناهضته السياسية ثم ترك الجانب السياسي والمواجهة المباشرة إلى الجانب الروائي والمواجهة غير المباشرة عن عبد الرهام منيف الإنسان والكاتب والروائي نتحدث في هذه الحلقة مع محمد بن عبد الرزاق القشعمي أما الآن لتبدأ الحلقة الله يحييك أبو يعرب يا مرحوة مسهلة اليوم تعتبر حلقة خاصة وهي أننا الأول ضيف نزوره في مكانها الخاص وشكرا أنك عطيتنا هذه المساحة أن نجي هذه المكتبة طيب أنا في البداية ببدأ أبو يعرب اليوم إذا قلنا محمد القشعمي فأحدهم قال وكذلك قرأتها في كتابك أن أبو يعرب هو تقريبا السعودي الأكثر معرفة بي أو أكثر قربا لعبد الرحمن منيف شخصية اللي راح نتكلم عنها ودي أسوله عن البدايات كيف عرفت عبد الرحمن منيف هل كان صدفة أم بحثا عن عبد الرحمن منيف حياك الله الله يطول فرصة طيبة مرحبا بك أنت ورفاقك الله يرفا قدرك وهذه سعيد جدا سعيد جدا باختياركم للشخصية اللي ما نتكلم عنه وكانت تفاجئة لي بصراحة ولكن على أي حال إن شاء الله نبدأ بداية شهيدة وإن شاء الله نشمل كل الشخصية لتستحق ذعلا أنت تترى وتذكر وتشكر بصراحة أنا بحكم تنقلات عملي لما كنت في رعاة الشباب أتنقل بين الرياض والخبر وبريدة ثم لحظة ثم حايل ثم العودة للرياض 12 سنة خريبا انقطعت عن القراءة كنت أقرأ قبلها وفجيت بمرة دعاني دكتور سعاد البازعي مع مجموعة يحتفي بين أحد الأشخاص اللي جوا من أمريكا دراسات العليا ولقيت مجموعة من الشباب منهم عجل الزهراني ومنهم سعاد الدوسل وعبدالله الصيخان وتكلمون عن رواية جديدة اسمها التي العبد الرحام منيف وكتاب ثاني لسعر إبراهيم اسمه اللجنة فأنا هو من أسمع فيها بصراحة فكلامهم شوقني أني أحاول أبحث عن الكتابين وأقرأهم ولما قرأت التي وبعدها بيشهر وصار بنا سواء ورحت في معرض كتاب أو معرض متنقل بين المسقط وبين وظبي مريت المكتبات في وظبي لقيت وفتحون كاراتين جديدة فيها الجزء الثاني الخدود وشاريت مجموعة من النساء منها كهدية للشخص اللي عارني التيم ونفس الوقت فقرأت كتبها الأخرى وجدت فيه مكتبة اللي هي دار العلوم العبدالل العوالي وجدت قصة حكمة جوسية وجدت قصة حين عبرنا الجزر والعالم بالأخرائط وشريتها وبدأت أقرأ الرجل وعرفت يعني أنه سعودي وأنه مقيم في سوريا وأنه كذا بعدها بسنة عام 1422 تقريبا يعني 1992 1992 تقلت إلى معرض الكتاب في دمشق عام 412 تقيت عبدالعام منيف في دار اللي تعرفت الفكر العربي وتعرفت وقلت له أنا معجب بما تكتب وكذا وبعد أيام التقيت معه في مطعم في الرابية في دمشق الربوة ومع دور النشر اللبنانية وغيرها وتعمقت العلاقة أكثر والمرة الثالثة دعاني لبيته وصارت العلاقة فسكنت في قرية سمع دير عطية في السنة الثانية على بعد 80 كيلو من دمشق وكنت أزورها كل ما أجي لمعلك الكتاب أزورها أولا وأدعي يزورني وكانت العلاقة أكثر عميمية وأكثر كذا طبعا قريت كل كتبه هداني الكتب اللي مهيب عندي وجدت الكتب الأخرى كذا وبدأ أجمع ما كتب عنه فصارت العلاقة وطبعا لست أنا أكثر هو السعودي يحب الرجل أو يقراه كثير جدا من الشخص اللي شرحا يعني يعني فرحوا وساعدوا بأن يكون واحد من السعوديين أنا وجدت كتابات في اليمامة مثل رشي سمراني ومثل حمد الدبيسي ومثل عبد الله الزيد الله يرحمه مثل مجموعة من الإخوان كتبوا عنه ويأطروا عمله بعدين صرت أجمع ما قيل عنه وما كتب هو أحاول أني أنا أجمع الكتب والمقالات اللي نشرها في المجلات وما قيل عنه جمعت حوالي مئة عنوان وفي المعرض القادم في دمشق قابلته وجدت أصدر كتاب باسمه الكاتب والمانفا في المانفا وكذا قلت له أنه بعض الأشياء اللي جمعتها ذكرتها في كتابك هذا فمعناه أنك أحرقت عليه مشروع أي وش كان الدافع أبو يعرب اللي يجمع هذا حب الرجل وفي وقت هواية أني أنا في وقت أبدل المكفاهد كنت أعمل وعندنا كثير من الأحمال اللي ممكن ننتقي منها ما نشرف عنه واللي ما ألقاه حصلت في مركز الملكي الفيصل وهكذا قال أنت يعني مثل أبي جني وأنا مثل المتنبي أنت عرف بشي علي مني جهيل هو نتبادل المواقع قلت لا عفواني أنا قصتي أنه أنا بس مستمر على عملي ولهذا بعد سنة أنجزت الترحال الطائر النبيل قبل وفاتي بسنتين تقريبا أو سنة ونص ومنحس نحظ أن الكتاب نشر في لبنان والناشر ترطلونه سلمة مئة نسخة فكلمت بعدما تأكد أني وصل الكتاب إليه كلمت ورد عايز وجته وشكرتني على أنهم كثير من الناس يجوون ونسألون من الدارسين والباحثين عن معلومات عنه وعن عائلته وأن الكتاب هذا وفر لهم الفرصة وصاروا يعطونه من الكتب النسخة من الكتاب ويعني يفتكون رغم أنه يصيب في الشارك لو صار يتحب في الأخير ولكن على أي حال الكتاب سد في أجوة كبيرة حتى أنه وجد مكانه في المكتبة العربية وعد نشره بعد سنة تقريبا ولكن للأسف لم يدركه توفه قبل ما يشوف الطبعة الثانية الطبعة الثالثة لما توفه كتبوا عن سعودين كثير رثائيات فأنا الجماعة تبقية لعن وأضفت لها بعض الأشياء اللي كتبوا عنها في الخارج وبذل ذات فوزه بجالزة الطرر رويس في الإمارات وفوزه بجالزة الريوال العربية في القائرة وفوزه في عدة جوائز أخرى والكتبة المترجمة أضفتها وسوّل الكتاب صار الطبعة الثالثة اللي هي عبد الرحام منيف في عيون المواطني هاي تقريبا الطبعة الثالثة جميل ليش سميتها عبد الرحام منيف في عيون المواطني يعني محبيه من ابناء البلد لأنه صراحة الناس يمكرون إنه سعودي بعض الناس ما يعرفون إنه سعودي هذه أنا بجيها لأن الماريخين تعرف يقولون أم أبوه سعودي من نجد وأم عراقية هذا مو صحية حتى فريت نخته عصة شقيقته كذبة مقدمة وقالت أمنا نورة سليمان الجمعان وسليمان الجمعان أحد العقيلات اللي راحوا واستقروا في العراق وتزوج عراقية وأنجب محمد شريك إبراهيم المنيف أبو عبد الرحمن وهذه نورة ومنيرة نورة تزوجها اللي هو أبراهيم المنيف أبو عبد الرحمن آخر زوجها له طبعا تزوج قبلها عدة زوجات وجابت منه أحيال عبد الله وعلي وغيره يعني البنات وما وكذا فعبد الله لعن أبناء اللي هو الدكتور ماجد المنيف والدكتور إبراهيم اللي توفى قبل كم سنة في الكوريا الجنوبية إسلم كنت بداخل بس عندك تعليق إسلم تفضل لا أنا نفس الفكرة أنه سعودي غير سعودي اليوم أي واحد يتكلم عن عبد الرحمن يذكر هذه النقطة أنه كيف سعودي وما جاص من السعودية تقريبا أو هذا ما أعرفه فأنت أخذتها كمنطلق أنها تسلسلها العائلي إلى هذه اللحظة طبعا أبوه جاي من عقيلات من عيون الجوا من الروض من عيون الجوا وبعد يرحل الكسيبة هو رحل من الكسيبة من عيون الجوا وهو صغير في السن كان عمره حوالي عجرة واحدة سنة بس أكل وقت يكون رجل يعني طلب أن يرافقه من العقيلات راح الواحد سمعي العقيل رئيس الحملة هو أمير الكسيبة كان وقتها يحمل مع حملة يروحون للعقيلات يبيعون المواشي والليبل أو الخيول ويجبوا مدالها مواد غذائية وملابس وكذا فأرادوا يرافقونهم ورفض كانت مصخرة في السن ولا هم المستعدين وتردهم هو واحد اسمه الشايع عبد الله الشايع فالليهذا لقوا في حملة ثانية ويرافقوها فلما وصل العراق اللي هو إبراهيم الرعيف بدأ التاجر وبدأ يبيعوا يشتري والتحزن وضعه وبعد سنتين أصبح يسمى العم إبراهيم جايح العقيل العقيل هذا يصيب يعني تيارة الكسيدة تشوية فأحتاج إلى سلف فراح يجري بحظة مع العم إبراهيم فقال يا عم إبراهيم أبي منك لو سمعت كذا قالت تذكر لما تردتني قال ليه كنت إبراهيم بسيلا أنا عم إبراهيم قال يا هذا اختلف المعظم إنما لو يجيني الخوش هذا اللي هو رفيزك ما عندي إلا ما أطلق الحداد إنما أنت العم فأعطاه ما يريد وبدأ القصة فقال يا هذا إبراهيم لذيف صار يتاجر بين العراق ودمشق والأردن وتعرف التعامل مع البدو والبادية ما يستقرون في أرض معجنة صحيح ويخطون البضايع على أمل لهم يسدون في السنة القادمة أو إذا قائضوا صار الربيع وصار السمن ولكت وكذا يبيعون يجون ويسدون عليهم فهو لما توحدت المملكة اشترى بيت في المدينة وصى واحد وشترى بيت العمان جاء العمان وبنى بيت مسلح وبدأ يروح للبادية في الصحاري يجمع فلوسها وللأسف وبعدما زوجنا ورد فالجمعان وجاء عبد الرحمن وصيب بحادثة وقلبت السيارة وصيب بحادث ظهرة وتأثر في الظهرة ودخلوا المستشفى الطلياني وبالعلاج ويطلع شوية ويرجع للمستشفى المهم انه توفى عام ستة ثلاثين وعمر عبد الرحمن تقريبا ثلاث سنوات ثلاث سنوات وطبعا عنده حصة نتيجة حصة هذه خديجة وخديجة خديجة توفت بعد ما خلت الجامعة جامعة دمشق وحصة وقيت وخلت الجامعة وجاءت في السعودية وخلت اشتعلت في التخصي مترجمة بعدين في جامعة تلق سعود علم الاجتماع وكذا تلق المحاضرات بعدين زوجت سوري وراحلت إلى سوريا عبد الرحمن كان تنقل أول شي لما درس لما درس البجدائية في ثانوية في عمان ما في ثانوية أغسطية كلية أعلى من الثانوية في عمان ففي عبد العزيز السكير من دوب المملكة حريص هذا أبناء الحقيلات وبحكم علاقته مع الحقيقة ومع المسؤولين السعوديين أو وكلام ملك بالعجل قبل أن تكون سفارات وكذا طلب أنه يجي وتحقون بجامعة بغداد وقد مجموعة من السعوديين اللي تخرجوا بالثانوية في الأردن ودخلوا في كلية الحقوق في بغداد في بغداد هذا عام كم تقريبا؟ 50-53 ميلادي طبعا ميلادي وبعد سنتين صار حلف بغداد وقامت المظاهرات في البند وش حلف بغداد ما عليش حلف بغداد بين تركيا وبريطانيا وامريكا والعراق حلف ضد التوجه القومي اللي كان عبد الناصر يعني يحمل اللواء وكذا وطبعا كل الأحزاب العربية البعث من القوميين والشوعيين كلهم ضد الحزب فقامت المظاهرات في بغداد ونفوه ومجموعة معه إلى خارج بغداد اختاروا المصر وكمل دراسته الحقوق في مصر وبعدها جالي سعودية زيارة والتقى مع عبد الرطريقي وشاوره ونصحه أنه يتخصص في اقتصادية البترول وراح لغسلافيا على حساب حزب البعث قرضه ودرس الاقتصاديات البترول ولما رجع صار فيه مؤتمر حمس اللي هو انقسام حزب البعث وطلق الحزب الرواحته وبدأ فيه توجه الأدب العربي وبدأ يكتب الروايات أول شي قبلها صار هو المسؤول لما جاء لرجن لما جاء لسوريا اشتغل في شركة ساب كوك اللي هو شركة ووزارة البترول النفط في سوريا أربع سنوات مل من الشغل وراح لبيروت رأيس تحرير مجلة اسمها الإبداع سنتين عرض عليه يأتي لإراق ويرأي استحرير مجلة أو ياسس مجلة اسمها البترول والتنمية أو التنمية والبترول التنمية والنفط جميل لمدة سبع سنوات لما قامت الحرب الخليج الأولى بين العراق وبين إيران أحس أن الحرب ستقود الحروب أخرى وعرف من القضية وبعدين صار يفرضون على أي واحد يكون معهم لازم يكون في الحزب البعث فهو اختار أنه يترك البلد يروح إلى سوريا إلى فرنسا جلس فرنسا أربع سنوات وخمس قد ألف هو طبعا روايات قبل ما يروح وله كتب في البترول أربع كتب عن تأميم البترول وفرسيلها موجودة لا أحد يعرف هذه الكتب تحديدا عن البترول نعرف عبداللهام منيف روائيا لا لا فيه كتاب اسمه مبلغ المشاركة وتأميم البترول وفيه كتاب ثاني اسمه يعني صراحة حسب تواريخ ما صراحة البترول العربي مشاركة أو التأميم بين الثقافة والسياسة والعموم حسب الحروف الأبجادية هنا يجي تساؤل ابو يعرب ذكرت في أحد ورقاتك تابعتها أحدهم علق أن عبداللهام منيف لم يكمل أصلا الدراسات أعتقد العليا فيما يتعلق في البترول فهل هذا صحيح ولا لا لم يكمل لم يكمل لا لا أكمل أخذ الدكتوراه أخذ الدكتوراه في البترول نفسه في البترول نفسه والي هذا مؤلفاته وعمل كله في المجال البترولي حتى رثع درطريقي لما توفى قبله رثاه بكلام وذكر فيه قصته لما شجعه لأنه يتخصص في قصة البترول لا نتكلم عن هذا طيب خلني أرجع لك احنا أخذنا كذا جولة سريعة إلى وصلنا إلى فرنسا تقريبا لكن قبل الدخول إلى نهايات عبد الهام منيف ودي أرجع قليلا إلى النشأة وتحديدا في الجانب الفكري وأعتقد ذكر هذا الجانب في كتاب سيرة مدينة سيرة مدينة ودي نتحدث قليلا عبد الهام منيف في هذه المرحلة خاصة أنه دخل في الجانب السياسي ثم ترك الجانب السياسي وذهب إلى الرواية نعم كيف كانت تلك المرحلة فيما يخص منيف هو تأثير الأحزاب عندما كان في عمان أولا قبل كان طالب الثانوية كان تعرف حرب فلسطين تركتها ثر يعني قوي في المشاعر الشباب والكبار وهذا هو تعرف نشأة الأحزاب بكل وقت من 48 47 46 وقت الهزيمة تكلفت الأحزاب المعارضة للوضع القايم ونفس الوقت لمحاولة استرجاد الوعي العربي والحماس يعني لأنه الهزيمة أثرت في الوعي المعارضة الجول نفسي كامل وصبا يستعيدون هيبة العرب وكذا وبين الأحزاب ومنافزة بينهم بين حزب البعث والقوميين والناصريين والشوعيين وغيرها والحزاب المحلية أو الكذا قد يسم بتسم تسميات كثيرة يعني فهو لما راح البغداد عام 1952 كان متشبع وكان ملتزم حزب البعث وهناك بالعراق تعرف كان يعني حزب البعث مركز الرئيسي بين العراق وبين سوريا ولكن بالعراق أشد يعني على أساس أنه قبل طبعا ثورت بالكريم قاسم ولما نور السعيد يعني تعرف قوته وسلطته وكذا صاروا أخذوا المستاهرين الأساسيين اللي بالذات الغير العراقيين ونفوهم إلى خارج العراق واختار يروح لمصر تماما ومصر تعرف على عدد كبير من المافيا بعثيين تماما في مصر ولكن تعرف على ناسهم من قادة الحركة الوطنية اللي هو الأحزاب الشوعية قالها مسميت عديدة في مصر فهو زامل بعضا منهم وتعرف عليهم وبقيوا أصدقاء طول الفترة ولكن عدم الالتزام معهم أبقى أنه يعني يفكر الرجل ويحس بالوعي القومي والعربي وكذا واللي خالله يعني يستمر على هذا الوضع حتى حتى بعدين راح لغسلافية على حساب الحزب رضو ما زال مرتبطة ولكن لما رجع كان في حزب كان في اجتماع سنوي الحزب البعث في حمص اعتبر الـ 62 صار امقسام اختلاف مع الويشي العفلق وفصل هو مجموعة معه من الحزب وبقي قال أني أخذ السياسة كمهنة ولكن أخذت الأدب أو الثقافة كهواية وبدأ بالرواية يعني بدأ يشتغل بالرواية الأفكار اليسارية أو السياسية اللي كانت تعاملة مخ بدأ يطبقها بسلوب رواي فبدأ تنمية الوعي القومي بسلوب رواية وش اللي خلاه يترك السياسة المواجهة بشكل مباشر إلى الرواية المواجهة بشكل غير مباشر وجد أنه أغلب السياسيين يعني متحدثين أكثر منهم فاعلين ثاني حاجة ما لقى مستاقية كلهم يتكلمون بالأحلام ولا في تطبيق عملي أو نظري يكترون يحقون ما يحلمون به هذا لخ الله يعني يرجع إلى الرواية اليوم أبو يعرب الرواية يعني الأطر العام العالمي يتكلموا عن الرواية يرون أنها مجرد مثلا يعني ما يأخذونها بمحمل جد مجرد سوالف مثلا وهذا التصور العام اليوم منيف يحاول يثبت غير ذلك يقول لا أنا أخذت الرواية كعمل جدي ومنهجي لأجل تحقيق رسائل وقضايا هو يسعى لها السؤال نسلمنا بجدية الرواية ما هي القضية اللي كان يحاول يوصلها عبد الهام منيف عن طريق الرواية أول غاية مثلا أنا أول شي يا أخي عمد لست رواي ولست ناقد أنا مجرد أحبيت الرجل وجمعت ما كذب وما كذب عنه وصلت الكتاب هذا في حياته وهذا هو أهم شي أني أحس في أنه لن ينسى أو لن ينسى وبالذات كذا إنما أنا أنصحك في شخص كان معي قابلنا سواء عبد الرحام منيف وقدم عنه هو رواي اللي هو أحمد الدويحي أنا أنصحكم مقابلتها ستكمل الصورة اللي أنت فرسمونها عنه أنا لن تخدموا مني ما يفيد ما عدا العلاقات والسيرة الذاتية والعلاقات الإنسانية اللي هو وهذا اللي نبغاه يعني تحديدا ذكرت في كتابك وفي مقالة على ذكرها كذبها عن مقابلة العمل دوعي في الكتاب نفسه أنا قرات الكتاب وجمعت المقالات ويعني دائما وقفني العنوان ودي أرجع قليلا اللي عبد الرحام منيف في عيون مواطني ودي أسأل عبد الرحام منيف في عيون أصدقائه في عيون السادة محمد القشمي في عيون الأصدقاء الآخرين كيف كانوا يجدون عبد الرحام منيف كصديق يعني قرب إليهم المشورة أول شي جدية الرجل وصدقة ووضوحة أنا أذكر أنه يدعيه في القرية الديراطية وكان قبل الموعد بخمس دقائق أتوقع أنه وصل ولكن هو يقب عنده بطلع الساعة ما يضرب الجرس إلا عندما تحين الموعد بالضبط فهذه الصدقة والتزام بالموعد وهذا جاءنا كم مرة أكثر من أربع خمس سنة مرات زيارة أحيانا مع بنته وولده واحد اسموها من الفلسطيني صاحب دار النمير حمزة برقاوي ويعني وره مع زوجته كمان وكان يعني موعيدة وكذا دقيق وكان تكلم وكان جد ويعني صار الحالة أو مع زوجته يحاول يتكلم براحته ولكن زوجته تحاول يعني تكلم عنه وتجاوب عنه لو سؤل ولا كذا يعني هذا شيء الله يرحمه الآن أربعة تجرس خمس سنة أو لا تسعة عشر سنة الآن بالهجري تمينا عشرين تسعة عشر سنة الآن تقريبا توفى في بيناير عام أربع الفردين واربعة صحيح الله يرحمه يعني بعد سنة منص سنتين تقريبا يتمي العشرين سنة لهذا وبعدين رواياته شهلة قراءتها وسهلا كذا واللي يعرف طريقة الفردين يعني يرتاح معه كثيرا أنا لما بدأت قراءته بمدن الملح اللي هو بالذات التى والأخطود ونعرف المنطقة الشرقية وأعرف رانكو بداية رانكو وأعرف الوضع العام يعني أحس أني كان يتبع خطواته أو الخطوات اللي هو يكتبها كان يشاهدها رغم أنه يعني نورة لما كلمتني من التبوك رغتها طبعا غير شقيقة لما شافت كتابي أو سمعت عنه وكلمتني وعطاني إبراهيم بن أخوها اللي عمته نورة وعطاني تلفونها وكلمتها وكلمتني فكانت معجبة كثيرا قالت أنا اللي كنت أحكي له بعض القصص بعض الأشياء اللي هو كان يحكيها عن الحالة الاجتماعية مع بدايات رامكو لما جو وبدأوا تنقيب الفترول كيف الوضع وكيف البادية وهم يتلقلون مكان إلى مكان كيف تعاملهم وهم الخوش وهم كذا ويعني محملجي وده بعض الأسماء اللي يضعها أسماء رمزية وكذا ولكن هي سيرة اللي عقية وكان أصحك مرضو مرة ثانية أن تقابل واحد رواي هو اللي يعرف فلسفة الموضوع هذا هو اللي يعني نحن ما نبغي نتعمق فيها لكن ودو الملح تكلمت أنها من أولى الروايات اللي تعرفت على منيف من خلال اللي هو الجزء الأول ودي نسؤلف عن هذه الرواية قليلا اللي هي خمسة أجزاء كانت ودو الملح وكتبها كان في فرنسا صحيح يعني هذه الرواية كانت ممنوعة فترة فترة ما ثم سمحت مؤخرا وش كان سبب المنع هل كان في فعلا شي مباشر مثلا يمس مثلا سيادة وأي كان سبب المنع ثم عيد إتاحتها مرة أخرى الرقابة المذهب وسيعي قلون كانت مسددة وبعدين هو نفسه كان محسوب ما زال لأنه ممنوع كتبها كلها كانت أول ما غير كل كتبها كتبها ممنوع كلها بس حيانا يجبونها لقيت أربعة أو خمسة روايات من الأولى في دار العلوم مثلا في الوقت اللي منع الملح تتكلم عن العيون يفسرون أن العيون 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 وكل بلد فيها عيون في عيون في المغرب مدينة العيون في عيون في سوريا في العراق كل شيء يستمع فيه الماء يسمى العيون فهو يفسرها إلى هذا الشيء ولكن على أي حال هو المانع ما هو غريب طبعا هم حاولوا يدعونها للجنادرية وأيام الملك عبدالله أو لمكا واليعهد بعد العيون تويجري كان حريص على أنه يجمع عدد كبير من الم يحسبون المعارضة وما يحسبون أنهم ضد المملكة يجوون يحضرون يشوفون نشاط الذي نفذ في المملكة النشاط الثقافي وكي يستضيفون بعض الناس المشهورين سواء مصريين أو عراقيين أو سوريين أو غير محتم برة والملاقي الثقافي الصديق أستاذ خالد الخنين راح لبيته في سوريا وقال أنت مدعو للحضور الجنادرية والمعارضة فيه كذا وكذا ومعارفه قال طيب ولما بغير يمشي قال نبغى الجواز عشان نعمل لك تأشيرة قال كيف تعيتوني علي أساس أنا بسعودي قال والله هذا الأمر اللي جاني قال لا أرسولي جواز سعودي وأنا هل هنا جوازه كان يتتقل بين جواز يا عراقي يا جواز يمني جنوبي يا جزائري وما عندك كان جواز سعودي لا الأسحاب أمنا الجنسية أول جواز لما المؤتمر حمص اللي بسببها انفصل عن عز البعث يعني يعني أصف يتتقل بين المدن العربية وكل يعني يراحب فقال أعطوني جواز أول وأنا حرجي أو ما أجي المحاولة اللي قبلها بسنة وسنتين لما راح وللعاد الأمير عبدالله للباريس مع التويجري وقابل واصلة إبراهيم ابن أخوه إبراهيم نيف قابل عبدالله رحوم نيف هناك وتكلم معه كثيرا وأقنعه وقال لها نروح أحبك والبلد كذا وللعاد عبدالله عند طيرة خاصة وحيرجع بعد سبوع ثلاثة عائلة الرياض وأهلا مساء نتحل معه فكر في الموضوع قال طيب إذا رحت بعدين من يضمن خروجي فتراجع فهو الأخطاء في الترتيب والله هو النقطة يعني إنه سعودي ما كان حتى لما مرض في السنة الأخيرة عرضوا عليه يجي ويعالجون العسابهم ويعطون الجنسية وولاده والزوج رفضت هي اللي رفحت واش كان سبب الرفض هي سبب الرفض زوج طبعا اللي هو كان ما عنده معنا مبدئيا حتى كان يعني محمد ريد رسول الله يعمل مقابل مرضى ثانية معه ويثبت بأنه عيون ليس العيون السعودية العيون كذا أنه مدر الملح لا يقصد فيها شيء محدد إنما هي يعني قد تنطبق على كل بلدالة العربية وكذا وشيء عن النوع مثل ما سوى مثلا في شرق المتوسط ما ذكر يعني مكان معين أنا ذكر شرق المتوسط تعتبرون أوائل روايته وهي رواية في أدب السجون هل هو كان يروي قصة حقيقية له يعني خاضها منه لا لا الأنقرات رواية وفيها تصور دقيق الآن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى طبعا ألفوها وادئين أكملها بعد خمسة وعشر سنوات بل الآن هنا مرة ثانية يعني خلص مرة أخرى طبعا هو في سوريا كل المعارضات العربية موجودة في سوريا من سعوديين وغير سعوديين ولهم علاقات معه ويروون ما يتعرضوا له بعضهم سعوديين وغير سعوديين في معارضة العمانية والبحرينية والسعودية كلها موجودة حتى العراقيين موجودين كانوا في سوريا وقتها خلاف حتى صار في خلاف بين العزبين وكذا جول سوريا وسوريا مفتوحة ما يسألون أي واحد عربي كم تبقى في الوقت يعني الآن لا كانوا يأتي عربي يجي حتى الملاحقة وليلا يصرفون لهم مصروف ولا شرطا لا يعمل يعني أشياء تقل بالعلاقة اللي بين الذين وكذا فهو طبعا هذا الشي جميل تحول مني من السياسة إلى الجوارية أي هو يقول لك بعد مؤتمر همص 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 تحول طبعا كتبة نرجع الكتبة اللي جميل اللي ألفها مبدأ المشاركة وتأميم البترول الطبع الأولى بدار العودة 73 كتاب الثاني البترول العربي مشاركة والتأميم همص 70 الكتاب الثالث تأميم البترول العربي بغداد عام 76 بعدين نشر في مجلة الأداب بيروت ثلاث قصص قصيرة وأول أعمال رواية عملها اللي أشيار وقتها المرجوع هم 73 بعدين بدأت كل سنة رواية قصة حب مجوسية بيروت عام 74 شرق المتوسط اللي هو الأولى عام 75 حين تركتنا الجسر عام 76 النهايات 77 سباق المسافات الطويلة عام 79 عالم بلا خرايط بالاشتراك مع جبرى أبراهيم جبرى عام 82 هذه لها قصة سألتها السؤال هذا كيف اشتركتوا في الكتابة قال كنت مع سعدين يوسف في حفلة في دمشق وقلت له شرائك لعمل عمل مشترك رواية مع شعر ورحب الفكرة ولكن بعد سبوع وسبوعين سمعت أنه غادر بشكل مفاجأ ولن يعود وملاحق سياسيا فكان جبرى أبراهيم جبرى معنا في اللقاء والفكرة قال واش رايك نعملها رواية مشتركة تكتب أنت قسم وأنا أكتب قسم قال طيب أفكر الموضوع يقول بعد سبوع وسبوعين جاب لفافة ورقة 20 ورقة وحطها بجيبي وقال هذه بداية دورها بداية ويقول قرأت وعجبني وصرت أكتب جاية وأعطيها مرة ثانية وبعد شهر شهرين الثلاثين الموقف يعني عجبنا فسمينا البطل القصة نجوة العامري أيها وعجبتنا ذكرة فازلت أكلمة بالليل أقول له وش رايك نجوة مرتاحة عندي كنت تأتي عندي تنعم عن جنا وهكذا حتى تكمل القصة فيقول لما قرأها شاكري نابولسي هو من الكتاب عن الرواية السعودية وكذا يقول لما أجد واشي اللي كتب عبد الرحمن وش اللي كده يجورها كنت بس ألا فاعتبرتها منذ البندوق اللي ولد من أكثر من أبي يعني فليهذا سمي أنه بيدو النهار هذه بعدين كتب مدن الملح بدأ فيها عام 84 التي الاختوط 85 تقاسيم النهار 89 المنبت 89 بادة الثلمات 89 هذه كلها مدن الملح كلها مدن الملح خمسة الآن هنا أو شرق المتوسط مرة أخرى عام 91 سيرة مدينة عمان في الأربعينيات عام 94 أرض السواد ثلاثية بيروت عام 99 وهذه آخر رواية طبعا يتبعها أو ينشرها رواية هذه أرض السواد أرض السواد اللي إهداها الأم نورة التي رضعته حب العراق مع حليبة له كتب أدوية أخرى الكاتب والمنفى أموم وفاق الرواية العربية عام 92 الديمقراطية أولا الديمقراطية دائما عام 92 عروة الزمن الباهي عام 97 بين الثقافة والسياسة عام 98 لوعة الغياب 98 مروان قصة باشي رحلة الحياة والفن عام 99 جبر موسيقى لالوان عام 2000 ذاكرة للمستقبل عام 2001 رحلة ظو عام 2001 العراق هوامش من التاريخ والمقاومة الدار البيضاء عام 2003 ترجم الكثير من رواياته إلى اللغات المختلفة كما لعدد من الجوائز الأدبية ومنها جائزة سلطان عويس الثقافية حق القصة والرواية لعام 1990 جائزة القاهرة للإبداع الرواي الأول عام 1993 جائزة تيسير سبول الدولية كما ذكرت في مجلة الأمامة عام 2020 سميت جائزة القاهرة للإبداع الرواي الثالث في القاهرة سميت اسمه عام 2005 بعد وفاته بعدين نقول في حان شيء كثير إنما هذه الأشياء مؤلف عطوة سؤالك أن تحوله أن تحوله من السياسة إلى الرواية للثقافة يقول أن السياسة فقد الأمل فيها يقول معناها أنه يعني بدأ في السياسة في الخمسينيات وانصم الحزب البعث ومن عام 1950 إلى عام 1965 كنت مستغرقا تماما في السياسة والعمل السياسي ولكني رأيت أن هذا كل غدعة كبيرة كان الواحد مننا يتصور أن المؤسسة السياسية يمكن أن تكون أمينة في خناعاتها ومقولاتها السياسية ومن خلال التجربة رأينا أن هناك فارقا كبيرا بين الأفكار التي كان يؤمن بها ويدعو إليها والموارسات الفعلية التي كانت ومن خلص إليها فهذا السبب يكون طلق السياسة وبدأ بالأدب تلك القناعة أدت بدورها القطيعة بين الرواي والتنظيم واللجوء إلى الهواية التي كانت تشكل حلما يمكن من خلال أن يخدم الرواي إلى آخرين وأن يدافع عن قضاياهم وهكذا كان بقية السياسة لا من خلال التنظيم والموارسة المباشرة وإنما من خلال الأدب والموارسة غير المباشرة ففيما يتعلق بالسياسة ليس هناك نهاية ولكن بمعنى العمل الحزبي كانت نهاية عام 1962 الأدب كهواية التي يمكن خلالها أن يغير عبد رحام منيف أداة فيها واجهة الحياة لا بهجر للسياسة والتقوقع في بوتقة الأدب وإنما بطرح الفكر السياسي والقناعات السياسية من خلال الأدب وبذلك جماعة بين حقلين معرفيين لهما التأثير الأقوى والقدرة الأفضل على الإقناع وعلى التبصير بالحقائق التي تخفى عن الآخرين وهكذا استمر فلسفة هذا الموامل أنا كنت بس أل وانتقر عن هذه التفاصيل ما الذي تميز فيه عبد الرحام بنيف كريوائي وكاتب سعودي عن الكتاب السعودي والروايين الآخرين هل هو السبق مثلاً في حقل الرواية؟ هو طبعاً السبق ما في شكلنا هو رواية بدأت تتعثر في الفلون لك لما بدأ حمد بن هوري وبدأ بعدين قبل أحمد الشباعي وبعدين بدأ الروايات الحديثة بدأت يعني متاخرة ب20 سنة عن هذا هو بدأ من عام 70 72 تقريباً يعني 92 عجري فالبداية كانت محدودة المشكلة الرقيب هناك يمكن أن يضيق شوي على الكاتب وإذا كان ما في رقابة رسمية فالرقابة الذاتية أشد بطعاً على المبدع ولكن هو على أنه كتب وهو يعيش في جو أكثر حرية في لبنان وفي سوريا وبعدها في فرنسا ما في رقيب هناك فهو خلاص يعني أراد يكتب بصراحة الآن هنا تعرف ممنوعا من كثير من الدول العربية لأن تصف التعذيب في السجون وبالذات السياسية كذا فطبعاً وكان ممنوعا إلى تقريب ولها موجودة في السوق فهو ما فيه تمييز أنه علاقة مثقفة ثقافة عالية وتوظيفة للأدوات اللي هو يعملها وكذا هي اللي خلط يعني الأحد يتميزها غيرها عندما إحنا مقيدين في رقابة الرسمية والرقابة الذاتية لحد ما نقدر نقول أن الحرية هي من أعطت منيف هذه المساحة تقريباً نعم صحيح وهل فيه إبداع مقيد ولا يجب أن يكون الإبداع هذا أشياء فنية أنا ما عارف فيها أنا تحمست بالتصال رواية عن الحرية احنا ذكرنا وهذه التفاصيل منيف بعد ما ترك السياسة هل كان يعني أعتقد جزء من تحول منيف كان بعد 67 كان يعني بعد الهزيمة اللي حصلت والانكسار والجانب النفس وما إلى ذلك وأخذ الرواية هل عبد الرواية منيف من بعد 67 كان يدعو إلى دخلنا نقول إعادة عز العرب من جديد أو أو قضية مثلاً سامية في نصرة العرب القومية نعم وش كان يدعو منيف بالضبط هو فيه طبعاً إشارة لهذا الشيء يا 67 ما في شكل ما 67 هو خلت أشياء كثيرة كل العالم يعني أو كل العالم العربي هو قال لي يعني ونتعامله مع مع الروايين وكذا يقول لك هو هاجسي أن أعيش وأن أكون مفيداً وأن أكون راغماً ومروماً به في الوقت نفسه وما دام الإنسان فوق الأرض يجب أن يحاول ما وسعه لألا يكون ثقيلاً وأن يموتع نفسه والآخرين وأن يخرم على حجر أو ورق أو خزف لأن هذا ما يذكر به وما يجعله متواصلاً مع الآخرين ولا أذع سراً إذا قلت الهزيمة سوى وشتين هي التي جعلتني أتوجه إلى الرواية ليس كوسيلة الهروب وإنما كوسيلة للمواجهة فقد كان الهزيمة تأثير في روحي لا يمكن أن أنساه عالم عربي بهذا الاتساع وبهذه الإمكانات وبهذا الكم من الشعارات والضجيج يتساقط ويهوي ليس خلال ستة أيام وإنما خلال ساعات قليلة قلت في نفسي هناك خلل كبير في الحياة العربية ولا بد من اكتشاف هذا الخلل وفضحه أيضاً وربما تكون الوسيلة الأساسية هي الرواية وهذا ما دفعني إلى الرواية ليس فقط كغراءة وإنما أيضاً كممارسة أو واعتبرها طريقي في الوصول إلى ما أريد وضمن شهادتي التي ألقاه في المؤتمر الرواية الأول بالقايرة قال جئت إلى الرواية في وقت متأخر بعد أن سيمت من السياسة التي كانت سائدتنا ذاك جئت لاجئاً وكل وط كل وط ظني أنها نزوة استراحة قصيرة أعود بعدها للسياسة كي يغير العالم لكن نكتشف بعد قليل أن الرواية لا يمكن أن تكون محطة أو نغذة عبور أما أن تكون وطنية مطناً أبدياً وإما لا لا يمكن أن تكون الرواية استراحة أو نزوة أو تسوية حساب مع نظام أو مؤسسات سياسية وإما أن يدخل الإنسان إلى رحاب الرواية حتى تصبح كل شيء بنسبة له حتى تغيير العالم أصبح مقاييس هو أن تكون الرواية موجودة وبعافية وأن يطل من خلالها على العالم تمهيداً لتغييره تغييره من التجواب على شوال أبرز الأشياء الله يربع قدرك ويعرب أحنا بدأنا هذه الحلقة بعلاقتك الشخصية مع عبد الرهام منيف ثم نشأته وبداياته إلى حقوله المعرفية والسياسية إلى آخر حياته إلى هنا انتهينا وأشكر لك من جديد هذه الدقائق الماتعة في السرد عن عبد الرهام منيف وإن شاء الله المستمعين والمشاهدين لمن لا يعرف منيف يعرف منيف ويقرأ له ويأخذ بعض التفاصيل الجميلة في رواياته وأعماله يجد عند غيري يجد المتشوق الأضراع منيف سيجد عند غيري أكثر مما قلت أنا ما عليك زود لا لا فيه ناس روايين فيه ناس على مستوى فني أنا بصراحة ما لي بالرواية أقرأ استمتع فيها كام شاء هذو كام كل ما ذكرت هذا استمتع هذا يكفينا والله الله يرفع قدرك يضيك العافية أبو يارب شكرا لكم وشكرا لكم وياك تعب للأخوة معاك الله يرفع قدرك شكرا لسامعين والرائين وصولي لهذه المرحلة كذلك شكرا للفريق خلف الكواليس مهند عبدالعزيز باسل نعيم وليسار الشردان في عداد الحلقة ورند أبو الخيل في إدارة المشروع لا تنسون الاشتراك ومشاهدة الحلقة ونشرها لمن يهمه الأمر وفي أمان الله